تحولات جديدة يمر بها المشهد السياسي في ليبيا وإن كانت طفيفة أو لا تزال بعيدة عن ترك آثار وعواقب محددة إلا أنها تلقي الضوء على عدد من النقاط المحورية في صياق الصراع الدائر فرنسا مجدداً على الخط تضع أطراف اتفاق سخيرات مع خليفة حفتر إلى طاولة واحدة رغم اعتراض المجلس العلى للدولة عن مشاركة الأخير في اللقاء واشتراط فك الحصار عن درنا ووقف العدوان عليها للحضور ظلت درنا محاصرة واستمرت انتهاكات ميليشيات الكرامة الموثقة لدى الأمم المتحدة وفي التقارير الدولية وضربت الأطراف السياسية ذلك بعرض الحائط واجتمعت مع قائد الميليشيا في باريس فهل تعكز دعوة الفرنسية لحفتر إصرارها على تعم حليفها في المنطقة وتوفير غطاء شرعي له في المشهد القادم؟ لقاء هو الأول من نوعه يجمع خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أحد قادة التيار الإسلامي أشد الخصوم السياسي لقائد الميليشيا الذي لم يترك مناسبة إلا وألصق بهم تهمة الإرهاب والوقوف وراء تدمير البلاد رافضا في الوقت ذاته القبول بحكومة يشاركون فيها يعود الرجل ويعلنها صراحة أن لا مشكلة مع المعتدلين منهم ويرحب بعد ذلك خلال لقائه مع أعيان وحكماء ترهون بالجلوس والتحاور مع الإسلاميين في ليبيا بما فيهم جماعة الأخوان المسلمين في المقابل رئيس حزب العدلة والبناء في تصريح نعتبر تطورا دراماتيكيا في مواقف التيار الذي يمثله الحزب أخذ محمد صوان يغازل قائد ميليشيات الكرامة في حديثه عن العملية التي يقودها ببنغازي بل إنه احتسب القتل في صفوف الكرامة من الشهداء إذن كانت نيتهم محاربة الإرهاب لقاء الإليزي أعتبره مراقبون محطة أخرى لدعم مشروع الانقلاب الذي قاده حفتر والسعي لتمكنه سياسيا فقد رعى رجل الإليزي في يوليو من العام الماضي اجتماعا بأحد ضواحي باريس جمع السراج وحفتر والذي لا يملك أي صفة رسمية في الاتفاق السياسي ليكون طرفا مقابلا لرئيس المجلس فايز السراج رغم تأكيد فرنسا المستمر لالتزام بدعم الخطة الاممية ممثلة في اتفاق الصخيرات وفي تكرار لنفس التكتيك الفرنسي يأتي لقاء باريس الثاني لإسقاط المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والدفع نحو انتخابات دون دستور ما يفسح الطريق لترشيح ما يراه إيمانويل مكغو مناسبا لحكم ليبيا وضمن مصالح بلاده فيها جلست الأطراف الليبية في الإليزي واتفقت خلال مؤتمر راعة الأمم المتحدة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العشر من ديسمبر القادم شريطة وضع أسس دستورية لها دون توضيحها لكنه اتفاق ظل على الورق لعدم توقيعه والسبب بحسب الرئيس الفرنسي وجود أطراف لا تعترف ببعضها فأي مستقبل للعملية السياسية في ظل ظهور قائد ميليشيات الكرامة مجددا على الساحة بعد عودته للقاء باريس وهل يمكن أن يتجاوز المجتمع الدولي الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الكرامة في بنغازي ودرنة ويقبل بحفتر في المشهد القادم